لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصلك ضيبية في بداية الاجتماع هنأ المجلس حجاج مملكة البحرين بسلامة العودة بعد أن أدوا مناسك الحج سائلا المولى عز وجل أن يكون حجهم مبرورا وأن يتقبل منهم صالح الأعمال معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما وفرته من أسباب وما بذلته من جهود كبيرة من أجل راحة الحجاج لسيما من أبناء مملكة البحرين كما هنأ المجلس السعودية ملكا وحكومة وشعبا بالنجاح الكبير للجهود التنظيمية لموسم حج هذا العام مشيدا بما قدمته من تسهيلات وخدمات للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بعدها رحب المجلس بحصول مملكة البحرين على جائزة أفضل مكتب لشؤون الحجاج ضمن ثلاث دول حصلت على أعلى نسبة رضا من حجاجهم لموسم حج عام 1444 للهجرة ضمن جائزة لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة معكدا المجلس أن هذا الفوز والإنجاز المتميز جاء نتاجا للجهود المشكورة لبعثة الحج البحرينية وتميزها في خدمة الحجاج من مملكة البحرين بعد ذلك أشاد المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والسلامة العامة وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية في سبيل تقديم مختلف الخدمات الحكومية الحيوية خلال عيد الأضحى المبارك ثم وجه المجلس لاستمرار الحملات التفتيشية على العمالة غير النظامية في مختلف محافظات المملكة وتشديد الرقابة على العمال المخالفين لأنظمة سوق العمل بعدها قرر المجلس ميالي أولا الموافقة على المذكرة التالية مذكرة اللجنة الوزرية لشهون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مرسوم بتعديل مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بإنشاء الهيئة العامة للرياضة مذكرة اللجنة الوزرية لشهون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بتعديل المادة الأولى من المرسوم الخاص بتحديد الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة مذكرة اللجنة الوزرية لشهون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وشركة سامسونجلب للإلكترونيات مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول إطار عمل بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية وصندوق الوقف بمصرف البحرين المركزي وذكرت اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن أعمال دور الإعقاد العادي الأول من الفصل التشريع السادس لمجلسي الشورى والنواب بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في أعمال اجتماعات الدورة العادية الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العربي المشاركات الخارجية والمقررة لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين خلال الشهر الجاري